أقامت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقرها حوارا نقاشيا حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات والتي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبقرار من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يأتي ذلك انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ وفي إطار استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الأطارية لتغير المناخ كاب 27 بصياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة تم التقدم المشروعات بالفعل المنصة بدأت العمل منذ يومين ويوجد عدد كبير من المشروعات قدمت فيه فئة ستة فئة للمشروعات الكبيرة والمتوسطة والمشروعات الصغيرة والناشئة والمطالة بالمرأة والمطالة بالحياة كريمة المبادرات والمشروعات مش موجهة لحد بعينه ولا فئة بعينها هي مفتوحة للجميع وكمان مفتوحة لإبداع الجميع المهم فيها أن حتى المعايير اللي تم التركيز عليها دخل المبادرة هي كمان بتدي مساحة كبيرة جدا للإبداع في مجال البيئة ومجال المناخ والمجالات اللي احنا بنهتم بيها حاليا التنسيقية كانت حريصة جدا على دعم المبادرة بشكل كبير ازاي نقدر نوصل المبادرة لكل ركن من أركان الوطن ازاي عندنا نوع من أنواع الدعم لي عملية التوعية مبادرة مبادرة تشاركية في الأساس تهدف لي مشاركة كل الناس ازاي كل اللي عنده أفكار خاصة بيئة أفكار زكاية تقدر تستفيد من التكنولوجي الموجودة ها دي أفكار المستقبل ازاي نقدر ندعم ده بشكل كبير التنسيقية مهتمة جدا بدعم ده في ظل اهتمامها الكبير بدعم الجهود المصرية فيما يتعلق بالمشاركة في كوب 27 المبادرة هي جهد مصري خالص لتحريك مسائل التعامل مع تغيرات المناخ على الأرض على مستوى غير مسبوخ على مستوى العالم بأنه مبادرة بتخاطب السبع وعشرين محافظة اللي في جمهورية مصر العربية بتخاطب كافة شرائح المجتمع سواء القطاع الخاص الكبير أو المشروعات الناشئة أو القطاع المتوسط أو مشروعات موجهة للمرأة أو قطاع غير الهدف للربح اشتركوا في القناة